قال سيادة الليوة عمر حنفي محافظة البحر الأحمر مساء الخير يا فندم بعتذر عن إبقائك على الهاتف لكن حريك سامع أنه إحنا بنتابع كل جوانب الأزمة لا طبعا يا فندم مساء الخير يا فندم بقى على حضرتك وعلى أكثر مشاهدين ووضع طبيعي يعني فيش أي مشاهدين يعني أرجو أن تطلقنا على الجزء المتعلق بقى بالسياحة كان هناك أولا طبعا أوكرانيا وروسيا من أهم الدول المصدرة للسياحة في مصر كان عندنا عدد من الأوكران أو الأوكرانيين رايحين المطار وبعدين رجعوا ما مصير هؤلاء السياح وأنا عارفة أنه مصر قررت أنها يعني يكونوا موجودين ويتم مد وجودهم قولي على الأوكرانيين وعلى الروس أيضا هو حديثك الحقيقة بالنسبة لأوضعات سياحة كانت والأثار يوم 24 أصدرت يعني عميمة فنشور من خلال غرفة المنشآت الفندوقية على كافة بالنسبة للسياحين لأنه كان في التوقيت دوت ما كانش الموضوع واضح قوي فكان بالنسبة للسياحين سواء الأوكران أو الروس بدرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بيهم وعدم الامتناع عن طرعية خدمات كانت تقدم لهم لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم أنا بس حقاطع حضرتك دقائق بس أو ثواني هذه الصورة اللي إحنا بنشوفها ده لايف من كييف الآن بده مواطن على السوشيال ميديا القصف في كييف الآن في محيط كييف الآن قصف مشتعل في محيط كييف اتفضل سيادة الليوان أسفا لا يا حنم أبدا فده كان منصور توزع والحقيقة جميع الفنادق والمنشآت السياحية ملتزمة بيه تماما بالنسبة للزهاد الأوكرانيين للمطار هو كان فيه طيارة فعلا المفترض أنها توصل إلى 24 ودي ما جدش وهم مجرد وصولهم كانت نبه على الشركات بتاعتهم بإعاداتهم إلى فنادقهم عدد السياح الأوكرانيين اللي موجودين ومقيمين عندنا في بيافتنا يعني 6226 سياح أوكراني بالنسبة للسياح الروس لا السياحة الروسية مستمرة النهاردة وصل 18 طيارة قادمة من موسكو وغدرت 16 طيارة ومستمرة فالسياحة الروسية مستمرة مستمرة فالأمور مستقرة ما أشي على أن فيه أي مشاحنات أو أي حاجة حصلت ما بين السياحة الروسية والأوكراني غير صحيح تماما هل بنفصل بينهم بقى؟ يعني دول يعودوا في قتلات ودول يعودوا في قتلات ولا هنعمل إيه؟ والله أبدا هو في بعضهم مقيمين في نفس الفندق وما فيش أي حاجة يعني لم يحدث أي نوع من أنواع المشاحنات وحادثت يمكن أنا برضو يعني باتكلم على حاجة تاريخية هو فيه علاقات أوريلي وعلاقات مصهرة وفيه علاقات مدينة ومبعض علاقات فإيه يمكن الوضع يمكن الاجتماعي بيختلف شوية في الحالات اللي زي كده عن الوضع السياسي يعني دي نقطة نقطة تانية إحنا برضو يعني يعني عينينا برضو عن موضوع دوت كأجهزة أنه كمحافظة ومن رأي هذا الموضوع لكن إلى حد يعني لغاية وأنا بكلم سياسك لن يرصد أي نوع من أنواع المشاكل 6000 سائح أوكراني بقى 6226 سائح أوكراني مين هيتحمل الإقامة يعني هنعمل إيه هل الشريع هل الفنادق مين اللي هيتحمل تمديد الإقامة هل سفارتهم هل مين يا فندم حتى الآن حدثت اللي بتتحمل المنشآت نفسها السياحية ده تبقى لمنشور وزاة السياحة ما سيتم خلال يعني مستقبلا إذا متدت الفترة أو طال الفترة الزمنية ده طبعا يرجع لي ما ستقوم به وزاة السياحة أو ما سيتم التنصيق فيه مع وزاة السياحة أو مع الدولة في صفة عامة لكن حتى الآن ما تحمل اللي بيتحمل هذا الموضوع هم المنشآت السياحية نفسها يعني نتمنى طبعا أن هم يستمتعوا معنا أفضل كتير ما يروحوا للحرب ولكن أفضل الحقيقة يعني أنا شفت فيديوهات كتيرة نازلة على السوشيال ميديا من خلال مرسلين أو من خلال ناس من نزلها على صفحات بتاعيسهم الناس يعني بتشكر وبتشهيد وأنا أنا شايف الحقيقة صغلة نيسا يعني ده موقف جاية جدا من الحكومة ومن الدولة المصرية لأن احنا على مدار فترة طويلة جدا من فترة كورونا كانت السياحة الأوكرانية يمكن قبل ما السياحة الروسية تفتح كانت متصدرة عندنا المشهد ومجالة بتأكد كمية كدير وأعتقد أن الموقف ده موقف محترم وموقف مهم أن نحن ناخده وأعتقد كمان كان في صحف أنا يعني أريد صحف أجنبية كثيرة تتحدث عن الموقف المصري المحترم يعني الرعاية للسياحة الأوكرانية وإن شاء الله بعد الأزمة يعني تعود السياحة الأوكرانية مرة أخرى لما بقى يعني تعود الحركة بين البلدين والمجال الجوي مرة أخرى شكرا سيادة اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر دي بعض الصحف اللي بتتكلم على صدافة مصر للسياحة الأوكرانيين لأنه طبعا يعني لا يستطيعون العودة إلى بلادهم فيعني مصر دائما أبوابها مفتوحة للسياح ولغير السياحة الحقيقة ترجمة نانسي قنقر